السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلابنا طلاب المنهج الجديد معكم الأستاذ خالد أبو عايشة مدرس مادة اللغة الإنجليزية على منصة جوب أكاديمي أخواني أحبائي اليوم إن شاء الله تعالى فينا قاعدة بدعة تركيز من الصعبة بدعة تركيز طويلة شوي لكن بدنا نجيبها بدنا نفهمها أول بأول ونتوكل على رب العالمين هاي القاعدة اسمها قاعدة الـ Question Tags معناها الأسئلة الذيلية شو معناها الأسئلة الذيلية شو يعني أسئلة ذيلية الـ Question Tags يا جماعة هو سؤال ذيلي عبارة عن Short Question سؤال قصير سؤال ما له قصير هذا السؤال يضاف إلى إنت إلى نهاية مين الجملة نهاية مين الجملة شوفوا إيش بدنا سوي هاي القاعدة قاعدة خفيفة لطيفة وحلوة اسمها قاعدة الـ Question Tags بدنا نركز فيها ونجيبها ونفهمها كيف شكل الجملة؟ شكل الجملة اللي أنا وياكم بدنا نتعب عليه الأصل بيجيني جملة عادية ها جملة ما لها عادية آخر الجملة بيجي لي سؤال صغير سؤال مين؟ صغير علامة سؤال طلعوا كيف السؤال؟ جملة فاصلة سؤال صغير علامة سؤال المطلوب مني التالي يا جماعة هذا السؤال للتأكيد يعني مش عشان تجاوب تحكي لي yes no كذا لا ما بديك تجاوب تعلموها مني هاي الجملة الأولى الموجودة في الشق الأول إذا كانت مثبتة شو كانت مثبتة؟ وكلمة مثبتة يعني بدون نط لازم أخلي الشق الثاني نفي شو يعني نفي؟ معنط وإذا كان هذا الشق نفي يعني معنط لازم الشق الثاني ييجي مثبت كلمة مثبت تفقنا بدون نط تحفظوها معاي أنا هيك بحكي للطلاب مثبت يعني بدون نفي نفي معنط يعني عكس بعض إذا هنا مثبت هنا بدي جيني نفي وإذا هنا نفي بدي جيني هنا مثبت مثبت شكل السؤال جملة فاصلة سؤال صغير آخره السادسة محترمين بدأ تركيز الأمور ويمشوا معاي نقطة نقطة أنا بدي أكتب هان رقم واحد واكتب عليها أفعال التو بي أفعال مين؟ التو بي طبعاً أفعال البي يا جماعة هم الإز والآم والآر والواز والوير هذا الشق الأول أستاذي ورجيني إيش بدك تسوي أجع لي بحكي لي هي is a good friend حط لي هين فاصلة كملها بشق الثاني باجي أنا بقرأ جملة تميزت هاي جملة فاصلة آخرها سؤال صغير سموه ذي لي لأنه سؤال بيجيب ذي للجملة إيش بده سوي بدور دايماً يا جماعة على واحد من هذول مجموعة الأولى بالفعل هاي موجود هاي إز إز موجودة تنقلوها على الشق الثاني بس هذا الفعل مثبت بدون نفي هانا بتخلوه نفي إزنت أو إزنت ودايماً يا جماعة نتعلمها مع بعض نتعلمها مع بعض إنه أنا هون لازم بس أحط الفعل بعد الفعل مباشرة أستخدم ضمير شو أستخدم ضمير وليس اسم عادي فأجع حطلي هون إيش بحكي لي بحكي لي يا أستاذي انت كتب لي هاي إز أجود ديفرين أنا معطيك الإز فصارت الإز مين إزنت وبتمسكولي هاي نقلناها غاد صارت هاي صعبة؟ لا إن شاء الله من الصعبة أجع علي بحكي لي وي أرينت وحط لي هانا اكتف فاصلة وكملها بالشق تحكي لي يا أستاذي انت معطيني أرينت هون فبتنقلها غاد بتخليها مين؟ بتخليها آر وهاي الوي ظلت وي زي ما هي سهل جداً أجع علي بحكي لي رزان واز وحط لي مثلاً هانا مثلاً نيجي نحكي فاست وكملها شق تقول لي يا أستاذي انت معطيني واز أنا قالت غاد صارت وزنت بس نتعلمها يا جماعة وزنت نتعلم هالشغل عنا لما يكون عندي اسم بنت اسم بنت مفرد دائماً بتخلوه شي فأنا هنا حطيت وزنت لما يكون عندي اسم ذكر مفرد دائماً بتقلبوه فأجعب يحكي لي هاشم وحط لي is not اكتف فاصلة وراحة بتقول لي يا أستاذ انت معطيني إزنت جلبتها إز وهاي هاشم خلاته هي شو خلاته؟ هي هاي المجموعة الأولى اتوقع ان شاء الله سهلاً رقم واحد أفعال البي رقم واحد أفعال مين؟ البي ذكروهن بدوني الحفظ زي أسميكم رقم اثنين في أفعال من سميهن أفعال المودلز أفعال مين؟ المودلز اللي هني بيسموهن الأفعال الشكلية الأفعال مين؟ الشكلية الأفعال الشكلية يا جماعة جماعة الول جماعة الكان جماعة المي جماعة المصد جماعة الشل جماعة الود جماعة الكد جماعة الميت وجماعة الشد هذولا بيسموهن أفعال شكلية أستاذي ورجينا كيف بدنا الحل أجع لي بحكي لي هان هي كان هرب مي كملها حكا لي أستاذي تفضل حل بحكي له اسمع أنت معطني كان بنقلها غاد وخليتها كانت مثبت نفي نفي مثبت عندي هي خليت الضمير هي لأن الأصل يجي نضمير بحكي لي هان كمان وي كدنت وين كملها بتقول لي أستاذي أنت معطيني كدنت بخليها كد وي ظلت وي صعبة؟ لا ما صعبة إن شاء الله سهلة سيد جماعة أجع حط لي هان آيل أجع حط لي آيل آيل كول يو فاصلة وكملها شو هاي الآيل؟ دائما لما حط لك آي مثلا فاصلة وده بالأل هاي اختصار لول اختصار لمين؟ لول فأول ما تشوف أنا كتب لك فاضل الشكل تحكي له هاي ول فلما نقلها غاد بنقلها نفي فالنفي تبع الول باختصره دائما وانت هيك يكتب وانت هي اختصار لول نت هيك بديها تكتب فبتكتب لي هون وانت وعندي آي سهل جدا مش هصعوبة صح؟ المجموعة رقم ثلاث أنا قاعد برقم لك إياها الوحدة ووحدة مجموعة رقم ثلاث اللي هي مجموعة يا جماعة أفعال تسمى أفعال التملك أفعال مين؟ التملك اللي هنه أفعال التملك بس الجماعة هذول عليهم قصة بيتمشي في القصة حبة حبة هذول فيه شرط إيش هو الشرط؟ شرطي دائما لازم ييجي وراهن تصريف ثالث إيش لازم ييجي؟ تصريف ثالث اللي هو يا إيدي يا شوذ لازم ييجي تصريف مين؟ ثالث اللي هو يا إيدي يا شوذ شرط؟ لأنه لقدام رأح فاهمك الهف والهاز والهاد بس تيجي بدول فيرب ثري فخلينا حبّي حبّي ماشين لما تلاقيني هف وراها فيرب ثري عندك تتفرج دائما وراها فهاي الحال الهف بتخليها هذنت فهاي الحال الهاز بتخليها هذنت فهاي الحال يا أبطال الهاد بتخليها هذنت شو بخليها؟ هذنت 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 والعكس صحيح مثبت نفي نفي مين؟ نفي مثبت اجي حقلي سؤال. بحكي لي I've helped patient. فاصلة صغيرة علامة سؤال. اه. وين الهاف? جماعة محترمين. لما تلاقولي I've فاصلة او ويف فاصلة. حاطلك فاصلة VE. هي اختصار الهاف بالله عليك وتنتبه عليها. فبحكي لي I've helped. اه استاذي وراها verb three. لما تلاقيي الهاف وراها verb three في هاي الحالة بتصير haven't. هاز وراها verb three hasn't. هاد وراها verb three hadn't. ففي هاي الحالة جيت انا بكل بساطة حطيت هنا haven't. والاي صارت اي. اجعل اي بحكي لي he has known. اه ايو verb three. has known the answer. فاصلة وراحت. بقول له يا استاذي هون الهاز اجعل وراها verb three. طبعا كمان شوية بحكي لكم الاختصارات بحط لحالة. فهاز المهم يجعل وراها verb three فصارت hasn't. شو صارت? hasn't. وحط لي he he. طيب. حط لي كمان بحكي لي. we had scored. اه والله حط لي verb three. we had scored many goals. فاصلة وراحت. بتقول لي يا استاذ انت معطيني هد. هيا. بس اجا وراها verb three. فهيا الحالة بتخليها hadn't. ايش بخليها hadn't. وال we صارت we. سهل جدا. قاعدة على الشوارب. محترمة. بسيطة. خفيفة لحد دلسة. طبعا كل ما نمشي بنقاط. النقاط راح تتسارع معنا. فخلونا حب حبه. هاي النقطة الثالثة تذكروا. هسا قبل ما نفوت على النقطة الرابعة في عندي ملاحظة. ايش عندي ملاحظة. اذا بتلاقوا لي الضمير this. او الضمير that. دائما بتحولوهن الى it. واذا بتلاقوا لي this. او those. دائما بتخلوهم they. واذا بتلاقوا لي اي شيء غير عاقل مفرد. اه انا حددت. غير عاقل مفرد. ضميرهم it. واذا بتلاقوا لي جمع. سواء عاقل او غير عاقل. ضميرهم دائما they. شو ضميرهم they. فاجحوا انا حكالي ايش? بحكي لي this is in you. cars. ومادها. بتقول يا استاذ انت معطيني is. قلبتها غاد صارت isn't. بس this هي خليها this لا بخليها it. صعبة? لا مش صعبة. اه. these are smart. فبتقول يا استاذ انت معطيني are. خليتها aren't. these صارت they. سهل جدا. اجع علي بحكي لي. the horse isn't active. فاصلة وكملها علامة سؤال. بتحكي لي از انت صارت is. بس هاي الهورس غير عاقل. خليتها it. سهل جدا. سهل جدا. طيب. في عندي كمان ملاحظة. اذا بتلاقولي there. there معناها هناك او يوجد. دائما there تبقى there. شو تبقى استاذي? there. فاجع عليه بحكي لي there was not. وحط لي هنا مثلا. انا سمي مثال new chance. او a new chance. بتقولي يا استاذي انت معطيني wasnt بخليها was. انت يا استاذ معطيني there. ظلت there. شو ظلت? ظلت there. حلو الكلام. حلو كلام. هاي انا شغال هسا على الشق مين? على الشق الاول. الشق مين? الاول. هسا بروح الى الشق الثاني ونعطي تركيز مع بعض يا احباب عشان كلش يصير مية في المية. قولي يا رب يا رب ملاحظة رقم اربعة. هسا يا اخواني الاعزاء انا ممكن اعطيتكو ثلاث شغلات. اعطيتك جماعة ال is والام والار والواز والوير. اه? هذو لم بينات. is not am not aren't وزنت كذا. اعطيتك مجموعة تلاف عالي شكلي ولو كانوا كدو شد كدنت شدنت واهلهم مجرة. اعطيتك المجموعة الثالثة هاف وهاز وهاد بشرط يجي وراهم فير بثري انا شراطت. وعطيتش بي مائر. هس هناك نقطة ثلاث هاي نقطة اربعة. امرات ما بيجي عندي is والام والار والواز والوير. امرات ما بيجي عندي هاف وهاز وهاد. امرات ما بيجي عندي افعال شكلي الول والكد والشد. شو اسوي. بروح رقم ثلاث. رقم اربعة. ممكن يجي عندي فيرب وان. والفيرب وان مقسوم الى قسمين. اذا كان عندي مفرد. المفرد اذا بتتذكره كنت اعطيه اس او مين? او اي اس. واذا كان عندي جمع? انا كنت الجمع اعطيه فيرب وان مجرد. عشان اذكركم اكثر. الفيرب وان انا كنت انفيه بالاس نفيضة زنت وما بدي حدا ينسى. والفيرب المجرد نفيض انت وما بدي حدا ينسى. فاجه هان ايش عمل? حط لي مجموعة امثل وحكيلي يا استاذ ورجيني ايش بدك تسوي? يلا باكزم اي. بحكي لي هان. رامي. اسبيكس. انجليش. وحط لي كلمة افلوينتلي. وما ادي علامة فاصل علامة سؤال. وحكي لي تفضل حل. باجه بقرأ جملة يا والله يا استاذ انا ميزتك واش انتاكس? لانه سؤال اجه في ذيل. فاصل يا سؤال. طب ماشي. خطوا رقم اثنين. والله انا ما في عندي يا جماعة از ولا ام ولا ار ولا واز ولا وير ولا هاف ولا هاز ولا هاد ولا ول ولا كان ولا كد ولا فعل شكلية. بروح الاش الثاني البدي يا. طبعا هذا اسمه سبجيكت فاعل. ودائما بعد السبجيكت بيجييني فيرب. اه. بس هذا الفيرب في اس يعني فيرب وان. في اس. طب شو اعمل? الفيرب وان لما ان في ايش بخلي? دازنت. فانا لما اقلتها ايش خليتها? دازنت. ده انتبه. وعندي رامي مفرد ذكر. هي. حط لي كمان مسألة. بحكي لي. هبا. اوفن. هابس. تشلدرين. فاصلة وكملها. بتقولي يا استاذي انت معطيني وما فيشش جماعة الاز ولا ام والار. انت معطيني هيبا اوفن. بنو الطالب بيحكي لي سبجيكت فيرب. اصحك تحكي لي فيرب. هذا هذا دليل. اوفن يجولي سمتايمز ايفري. هي ادلة. دام الفعل بيجي وراهم يا جماعة. هي سبجيكت هي فيرب. بس هذا الفيرب فيرب وان. فبتحكي لي نفس القصة يا استاذ خليته دازنت. وعندي البنت هيبا خليتها شي. حط لي كمان مسألة. بحكي لي وي ايت. احنا قاعدين نتناول غدا مليح. كملها. بتقولي يا استاذي هي سبجيكت هي فيرب و هذا الفيرب يا استاذ اللي انت حطه مجرد. يعني فيرب وان مجرد. بدان فيرب وان دايما بدان فيه. لانه التفاقل ومثبت نفي نفي مثبت. فانا في يا جماعة دونت. شو نفي? دونت. وي. ظلت وي. بالله علي كنت ركزه بكل اشي بحكي. ركزه بكل اشي بحكي. مجموعة اربعة تمام. ان شاء الله تمام. مجموعة خمسة. مجموعات انا بقسم لك اياها عشان الامور. تصير اسهل عليك. تصير ما لها? اسهل عليك ان شاء الله تعالى. مجموعة خمسة. عندي يا جماعة. ممكن احط لك انا هانا في فيرب تو. والفيرب تو ممكن يكون ايدي او شواذ. قد قد. قد. سوم سوم سوم. دائما الفيرب تو نفيدي دينتو بديش مخلوق ينسى. مش تتخربط مع الدونت والدازنت الدونت والدازنت مضارع ماله بسيط. اجه حط لي هان مثال بحكي لي سارة وحط لي يوووزد ان يووو ايدياز. وسكرها فاصلة وراحت. بتقول لي يا اسازي انت بحطيني فيرب تو. فالفيرب تو بنقل وخليت وددنتي ابطال. مش دونت ودازنت. وصارة مفرد بنت. هي شي. لازم ضمير. حطيت سارة بحطك صفر. حق لي هانا كمان فعل. وي. وحق لي هانا سنت. مني. وحق لي ايميلز. فاصلي ومدها. بتقول يا استاذ هذا شاذ. شواذ. آه لازم تحفظها في عالي الشواذ. فالفيرب تو بخلي. وبجرد آه وي جمع. وخليت هوي. مجموعة سهلة من الصعب الخمسة. بروح انت مجموعة ستة. وبيدي تركيز بستة وسبعة. بدي تركيز مجموعة ستة وسبعة يا ابطال. انا حكيت لكم لما يجيني هاف وهاز وهاد مرقت معي. بس انا اشترط عليكم. ييجي وراها فيرب مين? فيرب ثري. بس هل دائما بيجي وراها فيرب ثري? لا مش دائما بيجي وراها فيرب ثري. فشوفوا ملاحظتي. خليني في الهاف والهاز اول. الهاف والهاز. اذا لم. دا كتتفرج دائما قبل وبعد. اذا لم يأتي. بعدها. فيرب ثري. تصبح. فيرب وان. اش بخليها? فيرب وان دي بعد هاي بس عنها شوية. عشان يحكي عنها لحالها بس. فبتحكي لي يا استاذ ايش يسوي? في هاي الحالة يا ابطال. اذا اجت لي هاف وهاز. ما حطش فيرب ثري. باعتبر الهاف ذرب وان والهاز فيرب وان. بس الهاف جمع لما انفيها بنفيها دونت. مش هاف انت. لو حط لهاف وراها ذرب ثري هاف انت. هاز وراها ذرب ثري هاز انت. بجاب لي الهاف. والهاز بدون ذب ثري وراها باعتبر هن الثنتين ذرب وان. هاي لجمع دونت وهي للمفرد doesn't. هذا الحكي مهم عندي. يعني اجي علي بيحكي لي I have وحط لي كلمة a car. وراحت هيك. يعني I have. والله ما فيه verb three. في هاي الحالة الhave بتصير haven't. اوه غلط يا استاذ والله اني غلطت. والله اني غلطت. بزبطها. بحكي له يا جماعة غلط اللي انا سويته. ليش يا استاذي غلط اللي انت سويته. لانه انا حكيت haven't بس الاستاذ حكالي. لما يجي have وراها verb three. هذا وراها verb three. هاد وراها verb three. بصير haven't hasn't haven't. مجاش وراها verb three باعتبرها verb one. فكونوا هاي جمع بتصير don't. والاي اي. حلو. وحط لي هنا she's. ايش? she's. a good family. والله يا استاذ مني فهمها مشان الله تفهمني اياها. ماشي. اسمع. اذا بكون حط لك she, she's, he's. هاي داماً إلها اختصارين. يا بتكون is, يا بتكون has. اذا حطيت لك بعديها verb ing يعني is. اذا حطيت لك verb three has. واذا ما جبتش وراها واذا كانت بدون فعل برضو has. فحكينا لهاز بتصير hasn't. ومن دون فعل يا قطال بتصير doesn't. ننتبع لهاي الشغلة. ننتبع الاختصار وديروا بالكو عليه. doesn't to she. صعبة؟ شاء الله لا. بمشي لتحت شوية صغيرة. بمشي لتحت شوية مين صغيرة. وبعدين اي سؤال بعتولي. مشان الله تبعتولي. حط لي هنا head. الhead حكينا. اذا حط لي وراها verb three بتصير hadn't. صح؟ بس اصبت حكيه شي ثاني. ايش هو يا أستاذي؟ هس أنا بدي اعمل حركة. بدي احط لك هنا الhead واكتب وراها بدون verb three بعدها. في هاي الحال الhead تعتبر verb two فالhead بصير نفيها didn't ايش بصير نفيها didn't فبيحكي لي هنا i had many وحط لي هنا friends كان عندي كثير زمان اصدقاء وكمدها بتقولي يا أستاذي انت معطيني هاد بس والله ما فيه verb three فبعتبرها verb two ففي هاي الحال الhead بتصير didn't وال i تبقى i يا سلام طب يا أستاذي لو حطيت verb three بتصير hadn't صعبة لا مصعبة بدي أحكي كمان معلومة أنا بحب المعلومات هاي لتفيدكو افرضوا يا جماعة أنا جبت لك i'd جبت مين i'd هذه i'd الاختصار يا بعتبرها would يا بعتبرها had إذا حط لي فعل مجرد بتكون would إذا كان جايب لي verb three بتكون had في هاي الحال بيكون hadn't طب افرض يا عمي إنه أنا حطيت لك الhad بدون فعل لا مجرد ولا verb three برضو had بس في هاي الحال الhad بعتبرها verb two بتصير didn't وركزه في اللي بحكي هاي 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 مجاش وراها verb two بصير اعتبرت verb two وصالت didn't ملاحظات بدها شوي التركيز منكو بإذن رب العالمين طيب المجموعة اللي وراها هاي اش رقمت أنا ستة مجموعة سبعة أختها مجموعة سبعة أختها 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 إذا بحط لكو يا أبطال يا محترمين يا أبناء المحترمين have وراها two أو has وراها مين two أو had وراها two في هاي الحالة هاي بعتبرها verb one هاي بعتبرها verb one لكن هاي جمع هاي مفرد هاي بعطيها don't وهاي بعطيها مين doesn't والhad وراها two بعتبرها verb two فبتصير didn't ايش بتصير didn't فلو جينا للحل أنا وانتو فحط لي هان بحكي لي I have two help you أنا غصبت علمي بدي أساعدك فيعمي أنا معطيك have وراها two فالhave هاي الحالة صارت verb one بتخلوها don't وعندي الآي ظلت آي أجع لي بحكي لي he has to swim فبتحكي لي بهاي الحالة يا أستاذي هاي هاز أجع وراها two بخليها doesn't نفس النقطة لفوق يا جماعة وهانا عندي هي ظلت هي ولو حكي لي هون ولو حكي لي هون يا جماعة we had to study احنا لازم ندرس فبتقول لي يا أستاذي انت معطيني had وراها two ففي هاي الحالة ايش بسويها didn't وبجرد مين مش بجرد بحط الضمير we صعبة والله ما هي صعبة للي بركز والله ما هي صعبة للي مين للي بركز شوي نظري عقدي أنا فجبنا هاي فتحنا لكم كمان لوح من روح الجزء الورا الجزء مين الورا فخلينا اكتف الأسود عن لوح الأبيض شوفوا وركزوا معي وصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام حسا في عندي ملاحظة كثير مهمة للطلاب احفظ معي احفظ معي اذا بحط لك هنا let's ايش يا أستاذ let's هذه كلمة let's هي اختصار لكلمة let وهاي الأس مش is هاي أس معناها نحن هاي احفظوا لاختصارها معناها دعنا هاي let's معناها يدع اذا بتلاقولي كلمة let's بتحولوها الى shall we هذول من أشياء الشاذة حفظ هاي let's shall we فهنا حط لي مثال بحكي لي let's go now وراحت بتقولي يا أستاذي انت معطيني let's فهاي الحالة بخليها shall we استاذ حفظ اه حفظ هاي حفظ هاي 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 واحدة من الشواذ الشاذة الثانية مين رقم اثنين رقم اثنين اذا بحط لك i am يا بتكتب هيك يا بتجي لك مختصرة دائما ال i am بعينك الله بتحولها الى aren't i شو حولها aren't i حفظ اه حفظ i am smart ومدها بتقولي يا أستاذ i am الام بخليها aren't والاي بتعطوني اياها اي يا سلام يا سلام يا سلام ما اسكاها حلوة جدا بسيطة جدا بدها شوية تركيز بسيط هاي حفظ والله يا حفظ طيب هاي منسكر عليها هيك هسا جيت للمجموعة في ايش مهم بالدحكي ايش ما له مهم بالدحكي او قبل ما احكي الاشي المهم خلينا اعطي كمان نقطة هيعندي كمان ملاحظة اذا بحطولك don't اذا بحطولك doesn't اذا بحطولك didn't في هاي الحالة don't بتشيل عنها النفي بتخليها do اذا بحطلك doesn't بتخليها does واذا بحطلك didn't بتخليها did فهنا بحكي لي i don't see here بتقولي يا استاذي don't نقلتها صارت do i سهل جدا حط لي we didn't arrive late كملها بتقولي يا استاذ انت بحطيني didn't بخليها did we سهل جدا سهل 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 يلا مجموعة لوراها صلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام يا ابطال يا محترمين يا ابناء المحترمين ركزوا ميهان اذا بحط لك هاي مهمة اذا بحط لك كلمة any think اذا بحط لك some think اذا بحط لك every think اذا بحط لك nothing هذه اني معناها اي شيء something شيء ما everything كل شيء nothing لا شيء اذولا انا كتبتهم ضميرهم دايما it شو ضميرهم it نتذكر وما ننسى فاجعله بحكي لي every think عادي لو عملتها كبتها لا صح everything is lost كملتها بتقول يا استاذ اول اشي هاي everything فهاي الحالة بخليها it شو خليتها it سهلة بس عندي يا جماعة باجع لا is is صارت isn't طالما سهلا ومحلاها اجحط لي some think شيء ما happened حصل يعني verb to مدها بتقول يا استاذ اول اشي something بخليها it وعندي happened verb to والverb to انت قلت لي didn't didn't المهم ضميرهم مين هذول it ملاحظة الوراها طبعا كل اي ملاحظات لسه بدرجع فيك ما الملاحظة بدي احكي انا عن نفس القصة في عندي ضمير او مجموعة اسمها every one او every body معناها كل واحد اذا حط لي any one او anybody معناها اي واحد اي شخص اذا حط لي some one او somebody فهي الحالة بتحكي لي هاي معناها شخص ما اذا حطيت لك هان no one او nobody فهي الحالة بتحكي لي هاي ولا واحد طبعا ولا شخص ولا واحد فهي الحالة هذولا كلهم body وone ضميرهم تقلبوا لذي شو ضميرهم ذي مش تحكي لي it مش تحكي لي هي مش تحكي لي شي تبهوا الله يرضى عليكم فاجعل لي بحكي لي هان every one is وحط لي هانا مثلا fear كملها بتقول لي يا استاذي اول شي everyone بقلبها لذي اوه بدها تركيز وشان الله تركزوا معي شوية حلوة هاي النقطة every one is fear انا قلبت everyone لذي لو جيت عملت الحركة هاي شوفوا لي حركتي صح ولا غلط انا بهمني لو جبت الاز خليت هاي ازنت عمي والله غلط ليش غلط يا استاذي يا استاذي هاي جمع هل الجمع بتاخذ از المفرد معقولي هذا كلام لا انتبوا عليها مشان الله هاي الجمع هاي الجمع ما بحط المفرد في هاي الحالة بتشطب لي اي شطبناها بتقولي استاذ ايش يسوي بحكي لك يا حبيبي يا نور عيوني في هاي الحالة اخت الاز ار شو اخت الاز ار لانه از ما بتاخذ الجمع فبخليها ار كونه مثبت من في وانتبهولي عليها اي جاعد بحكي لك مهمة كمان مثال بحكي لي هنا سام وان سام وان كولز مي شخص ما بتصل معي حط علامة سؤال بتبليش هيك تحكي لي هاي سام وان جلبتها ذي شو جلبتها ذي فبتحكي لي يا استاذ انت بحطيني كولز وهذي كولز فيرب وان وانت قلت لي الاس دايما بخليه شوفوا شوفوا الحركة وحقولي صح ولا غلط فجيت انا حطيت لك هانا دازينت دازينت ذي بالله يا عليكم هل الذي بتاخذ دازينت ما هي دازينتنا المفرد يا جماعة ما احنا اخذنا الفيرب اس الفيرب وان اس او اس نفيه دازينت والجمع نفيه دونت طب ما هي داي من الجمع كيف بدي حط الدازينت مع الجمع ما بصير فبتشطبوها وبتاخذوا منها دونت ساز بصير طبعا بصير كيف بدي حط المفرد مع الجمع نتبع ليها حلوة هاي كمان مثال يلا روحوا مش هم وفرين بيحكي لي هان اني وان فيلز تايرت بتحكي لي عمي هاي صارت ذي اه براي يحكو فيها ساز انت معطيني فيلز يعني دازنت طب كيف دازنت مع ذي فبخليها دونت يا سلام ننتبع ليه هنا دول مهمات مهمات كثير طيب الملاحظة الوراها ملاحظة مين الوراها يلا انزل الملاحظة الوراها ملاحظة كثير مهمة ملاحظة ما لها كثير مهمة يا جماعة ايش هي اذا بحطو لكو ناثنج طبعا هاي النفج اتفقنا ضمير هائت اذا بحطو لكو نو وان او نوبادي واتفقنا اذا لا ضمير هنزي او ممكن احطو لكو نيفر نيفر ابدا هذول الثلاثة تدل على النفي عمين تدل على النفي وما بصير مانا جاعد باتفق بحكي لكو اذا الشق الاول مثبت الثاني نفي واذا نفي مثبت هل بصير احط نفي نفي لا هاي الشق نفي فالما راح اشوف الشق الثاني ما بحط نفي بخليه مثبت سازعطني امثل عليها ماشي خذ امثل زي ما بدك خذ امثل ايش زي ما بدك بس المهم تستفيد امبلش بناثنج بحكي لي ناثنج is important ولا ايش مهم عندنا كملها بتحكي لي اول شقة يا استاذ هاي ضمير هاي ات هاي حط هنا ات ابشروا استاذ هاي is هاي isn't صح ولا خطأ انا بحكي خطأ انا بحكي خطأ ليه لانه هنا في نفي وهنا في نفي بصير احط نفي في الجملة لا والله ما بصير احط نفي في الجملة فبتحكي له استاذ بهاي الحالة لانه هنا في انت قلت لي نفي مثبت مثبت نفي بسوي هيك بحذف النط يا جماعة وبخليها ازئت دايما تنتبو عليها نفي مثبت مثبت نفي سهل جدا طيب ماشي خلونا واحلى نيفر بحكي لي هي نيفر كولز مي ابدا الزلم هذا ما بحكي معي فهذه الحالة بتحكي له استاذ هي ظلت هي يا استاذ هي كولز برب ون بدها تصير دازنت في استيد العزيز حطيت لك دازنت مع الخطأ اللي فيها فبالله عليكم هانا عندي نفي وهانا نفي هذا الحكي بصير لا ما بصير في نفي لا غاد لازم يكون مثبت فلي بسويه بكل بساطة بحذف جيم لكلمة نفي بحذف النط بس فصار حلي داز هي يلا كمان مثال قوي كمان مثال ما له قوي هايوا على نو ون أو نو بادي على نو ون أو نو مين بادي هاتنشوف يا رب بسم الله اجعل عليه بحكي لي هون نو ون وحط لي هان فيزيت مي ومدها هاي مثال وحط لي هون كمان مثال حكالي نو بادي از اكتف ومدها اول خطوة بتحكيله الساز هاي بادي والوان قلبتهم لذي لمين قلبتهم لذي ذي لان وقت اتفقت معكم تيجي علي بتحكيله الساز اول اشي في عندي ثلاث حركات قاعد بسويها هاي خليتها ذي وهو انا معطيني از هل از بتأخذ الجمع لا ما هي از مع المفرد فباخذ اخت ال از اللي هي ار وحطيت نت بيطلع طالب فلهوي بقولي يا استاذ ما هي نفي كيف النفي حطه نفي انا حطت نفي بسعدلها وبصلحها بحكيله عمي كلامك صح فخليتها ار ذي ننتبه ننتبه كنا مراكزين لا وان فيزيت سمي اه استاذي هاي خليتها ذي وانت معطيني هنا فيرب وان والفيرب وان المفرد نفي دازنت فبتحكيله استاذ دازنت ما بتصير ذي فانا باخذ اخت الدازنت اللي هي دونت فحطيت هنا للطلاب دونت بيطلع طالب عطول بحكيله استاذ ما هي نفي وانت كاتب لي نفي بصير لا فخليتها دو ذي ان شاء الله وصلت ان شاء الله وصلت بحذفينها القاعدة بإذن رب العالمين بإذن رب العالمين وصلت وما وصلت بعتلي بدي اشرح لك اياها ودي اطلعها من رأسك طيب عندي ملاحظات ملاحظة رقم واحد امرات الجملة بتكون كومنت ايش بتكون كومنت يعني افعال امر افعال مين امر وفعل الامر يا بيكون مثبت كلمة مثبت احفظوها مني انا بقى اسميها مثبت يعني بدون نط او بتكون نفي المثبت فعل الامر انتو بتعرفوا تقسيم الجملة subject verb object فعل فعل مفعول بي لو انا هذا subject قمته وبلشت جملة فهاي قلبت مين فعل امر فاجع علي بحكي لي هان مثبت لو اجع علي بحكي لي مثلا مثلا go away روح وفي النفي دائما النفي الامر بيبلش بدونت ايش بيبلش بدونت مثلا دونت ما تدخن ايش بعمل يا ابطال ايش بعمل اذا بتشعر الشغل فعل امر طب انا دائما تبدأ الفعل بكونش فيه فعل قدامها تحولها دائما الى will you will mean you على الجهتين will you طب استاذ ليش you لانه انا بوجه كلامي اليك قوم ما تدخلش تسويش يعني بوجه كلامي اليك وصلت وصلت ان شاء الله تعالى في عندي المراحلة الثانية اللي هي الدعوة اللي هي مين الدعوة انك تدعو واحد لشغلة نسميها انفاي تيشن الدعوة برضو هي تبدأ الفعل امر لكن باسلوب دعوة تدعو لها اشي فمثلا جيت عليه قلت له تدعو تدعو تعال زورني عشان اطعميك منسف تدعو هاي دعوة صح او بتيج علي كم تو سي مي تعال شوفني دعوة فهاي الحال اذا بتشعر طبعايني بتعدمت لي شوية عالترجمة اذا بتشعر ان في دعوة دايما بتخليها وانت يو وانت مين يو وانت يو سهلة والله ان شاء الله سهلة طيب ممكن اجيب لك انا اشي اسمي الطلب request انك تطلب من حدا يعمل لك شغلة مثلا go اذهب to bring the food ويجيب الطعام هذا على المعنى go اذهب لجلب الطعام تطلب منه طلب فهاي الحالة يا جماعة اذا بتشعر الشغلة فيها طلب بتستخدم لي عدة اشياء بامكانك تستخدم code بامكانك تستخدم ود بامكانك تستخدم كان اول طبعا هم في الخيارات بتجيب واحدة منها معيو ايش محطينا صح ايش محطينا صح هاتنشوف هاي الموجودة على الدوسية كل ايش بتكو اياه انا حطو هون كل ايش بتكو اياه انا حطو هون راح تلاقو ايش ما بتكو بتلاقو هان في الدوسية يعني حطين وتعبنا هان عليها انا وبعض الزملاء العزاء على قلبي في انجاز هذا العمل طيب هاي الريكوست بحكي لي buy me the newspaper اشتريه للجريدة ها code you طبعا هانا you will cook the dinner today انت سوف تطبخ اليوم طبعا عادي مبينة هاي فيها اختصار لأولي خليها تاونت هاي بالعكس سهلة الدعوة يعني come to visit us تعالوا زورنا صارت want you come sit with us تعال اجل اسمعنا want you comment's الامر write it down اكتبها امر will you don't make miss تعمل الاشياء مش ملها will you طلا مضيقش اشي بعض الامثلة انا وياكم هاي عندي let's هاي خليناها طبعا نحطين الاجابات هاي shall we موجودة انا بديش حلين كلهم i am صارت am i am putting خليناها aren't وحطينا i هاي تحويلها انا بديها كنت تحلوهن somebody صارت they وعندي told verb 2 فحطناها didn't they عندي nobody خليناها they وعندي give verb 2 فبدي didn't بس كونه فينا في خليتها did عندي don't forget يعني امر فبحط له دايما will you عندي he will هي اختصر لwill خليتها want he you couldn't couldn't صارت could you come to the party تعالى لحفل الدعوة يعني ففي الدعوة want you تقلبها هون عندك كمان مجموعة امثلة بدي ياك تحلهم تتعب عليهم طبعا انا حطوا الاجابات واي شغلة راسلوني فيها قاعدة خفيفة لطيفة بدي ياك تحاول وتجيبها والله يعطيكو الف 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 عفية سلام عليكم